تتواصل في مصر عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى 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 يحق لقرابة ستين مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام حتى الثامن والعشرين من مارس أذار الجاري مصدر الأمني مصري أكد تخصيص 350 ألف ضابط وفرد شرطة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات